لكل عهد رئاسي شخصيات ترسم مساره إلى جانب الرئيس منذ يومه الأول حتى يومه الأخير وقد تكون القاضي غادعون من أبرز شخصيات عهد الرئيس ميشيل عون والتي شكلت أديت للنظام الأمن التابع للعهد بلبيس قضائي ورسخت نهج المدرسة العونية في عقول اللبنانيين غادعون بهذا العهد جمعت عدنان عظم وجميل السيد بشخص واحد وبالتالي جربت تخرب القانون والقضاء من أجل تنفيذ أجاندات العهد مش بس السياسية أجاندات العهد المالية والمصرفية ويتم استخدامها من أجل تهديد وابتزاز والتهويل على كل خصوم العهد مخلافات القاضي عون القانونية طوال فترة العهد لا تحصى وأجد التعدي على قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي الذي قدى بفضل أختيم عن أبويب شركة مكتف للصيرفة لا تأمر بإعادة ختمة بالشمع الأحمر وتتجاوز بذلك صلاحيتها بالملف علما أن شركة مكتف ليست الطرف الوحيد المستهدف من القاضي عون منذ أكثر من سنة في ناس بتفكر أن غادعون بلشت بالعهر القضائي بموضوع المصارف ومصرف لبنان لا غادعون مارسة كل المبيقات القضائية بحق الثورة والصوار أولاً لما كانت تسجنون وتسجنون على تعهدات بعدم النزول إلى الشارع وإلى ما هنالك من بعد ما كانت مسخرة مكتبة يعني مكتب النائب العامل السنف بجبل لبنان لخدمة المصالح العونية يعني كانوا المحامين العونيين يعتبروا هناكي مكتبة ومكتبهم ومطرح ما بيقدروا يعملوا كل شيء بلشت بموضوع الثورة ثم نقلوا لها استهدافة للمصارف ومصرف لبنان انتهت كل ما يمكن انتهاكوا توصولاً لأنه بتعمل اجتهاد مبارح بملف شركة مكتف الدعوة ما بقى بإيدها ما بيحق إلا تتعطب فيها بكل المعايير القانونية الدعوة قدام قاضي التحقيصها بترجع هي بتقرر هي بتعين حالها قاضي بينها وبين القاضي المنفرد تتقول هو ما بيحقل له يكسر قرارات أنا أخليتها بترجع بتحط أختين بوقت الدعوة بطل بإيدها ويشير أبي نجم إلى أنه بحق القاضي عون 12 دعوة أمام التفتيش القضائي من دعوة مثبتة بالتزوير إنما محيث بتا مجمدي بسبب الأوضاع القائمة حتى نهية العهد 31 عشرة جاي مهما تأخر وغادة عون رح تكون قدام مصير أسود بكل معنى الكلمة بدقوشان ب31 عشرة يعني روح ميشيل مكتف رح تمتقم بعد كل يلي عملته بعد الإساءات ب31 عشرة كل لبناني اتضرر من غادة عون وما أكترون كل سائر وقفته كل سائر أزلته وأجبرته يومدي كل حدا اعتدت عليه تتخدم جماعة الطيار الوطني الحر رح ينتقم منها وهذا كله نحن ناطرين هيدا اللحظة لأنه يعني لكل باطل نهاية في 31 تشرين ينتهي عهد الرئيس ميشيل عون ومعه يرفع الغطاء عن القاضي غادة عون فهل يحسب القضاء قبل ما يحسب التاريخ؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر